لما رجع النبي صلى الله عليه وآله من تبوك كان جيش ثلاثين ألفا وصلوا إلى منطقة منطقة لازم يلفون من حول الجبال مسافة وفي طريق عقبة لكن صعب وصعود وهذا العقبة طريق يسع واحد الجيش بأثقاله ما يمكن يمر من العقبة فالنبي صلى الله عليه وآله قال أنا أمر من هنا وخلوا ما تخلوا أحد يمر من ناحية أمنية والجيش مروا من هناك فبالليل صعد النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر العقبة ذول يعرفوا أن رسول الله يمر من العقبة العقبة تصعد 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 ثم تنزل ويقال عميقة ألف متر كثير عميقة العقبة فذول يصعدوا إلى الجبل في منطقة بالعقبة بس بها ممر الناقة على رأس الجبل حضروا صخورهم 19 واحد قالوا لما يمر النبي ندهدي عليه صخور نقتله ثم ننزل نلطم عليه ماذا رسول الله توفي رسول الله يا مسلمين يلا بايعوا غيره ونصفق على يدي فلان أحدنا إذن هذه وقد هموا بما لم ينالوا القرآن نزل فيها وهذه ليلة العقبة ليلة الجبل وهؤلاء يقول لما وصلوا دهدوا أول حجر رسول الله قال لنا قثبتي وإذا بجبرائيل جاء ضرب بجناحة أضاء بيّنت وجوههم كانوا نازعين لثانهم مطمئنين ظلمة أضاء قال ليا حذيفة عرفتهم نعم يا عمار عرفتهم قال نعم قال لعنكم الله ذول رأسان لتفوا وراحوا ونسلوا ونزلوا ومعني الجبل واختلتوا بالجيش وضاعوا قالوا يا رسول الله ومادام عرفناهم واحد واحد ليش ما نقدمهم ونضرب عناقهم ذول بدأوا مؤامرة وشرعوا بقتلك واللي يشترك في مؤامرة لقتل نبي حكمه القاتل رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا أحب أن يقولوا أن محمد يقتل أصحابه لما انتصروا صاروا عنده دولة ذول كانوا أصحابه يساعدون وقتلهم